هذا وقد أطلقت الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشعار الرسمي للمؤتمر من المقرر انعقاد المؤتمر في نوفمبر المقبل بمدينة شرمشيخ ويصلت الشعار الضوء على الهوية الثقافية الفريدة لمصر والروافد الأفريقية للحضارة المصرية القديمة فيبرز هذا الشعار الشمس بوصفها أحد أهم الرموز الثقافية في القارة الأفريقية وهي تحتضن بدورها شمس آتون التي تسلط أشعتها على أفق جديد كما يوجه مجمل تصميم الشعار رسالة بأهمية الحفاظ على كوكبنا